من مصر المتسابق محمود أبو العزيم عبد الرافع نشاهد الفيديو سويني على الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسم محمود أبو العزيم عبد الرافع الجنسية مصري الجنسية فأتلو عليكم إن شاء الله من سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ما شاء الله تبارك الله القراءة جميلة والتنبيه شيخنا استخدم الصدى استخدم مؤثر الصدى الصدى نعم استخدم مؤثر الصدى فما تقيمكم شيخنا الكريم يعني هو الخامة الصوتية عنده جميلة بغض النظر عن الصدى ما كان بحاجة إلى الصدى ونحن نهينا عن الصدى يعني أرجو من إخواني لا يرسلوا التسجيلات فيها الصدى الصدى يعني هذا محسن خارجي نحن لا نريد المحسنات الخارجية نريد ما موهبك الله عز وجل وما نميته أنت الخامة الصوتية الربانية وما نميته بدراستك للأحكام القرآنية أخونا الحبيب محمود أبو العزاي من مصر تلاوتك جميلة ممتازة متقنة صوتك ندي صوتك ندي سبحان اللي أعطاك لكن أرجو أحيانا ليس دائما لا تضغط على أنفك يا أخي لا تضغط على أنفك إلا في الميمي والنون يعني لا تستعمل الخيشوم إلا في الميمي والنون ما عدا هذين الحرفين لا هنا واضح الله يغضع يعني لا تقول أعوذ بالله يعني هذا الضغط الزائد على الأنف في غير الميمي والنون ما يصح ليس دائما أحيانا يعني تفعله وأحيانا لا تفعله انتبه الله يرضى عليك الهمس التاء والكاف يعني واتف كما ذكرت منذ قليل للأخت التي قبلك واتف واتل عليهم وربي هب لي حك حكما لا بد من شدة الكاف والتاء ثم بعد الشدة والهمس بعد الشدة الهمس لا بد يعني هما صفتان لما ذكر إمامنا الجزري الشدة قال شديدها لفظه أجد قط بكت بكت هاي الكاف والتاء ولما تكلم عن حروف الهمس قال مهموسها فحثه شخص سكت هاي الكاف والتاء وضح الله يرضى عليك مرضت طلعت معك جميلة جدا وإذا مرضت يعني أنا طربت عليها هي صعبة جدا لأنه فيها ضاد ساكنة وبعدها تاء من المفخم اللي هو الضاد إلى المرقق اللي هو التاء كانت جميلة جدا منك يا أخي وأنا طربت عليها الحقيقة اتبهي أحيانا تحسين الصوت قد يجعل الإنسان يعني يغفل قليلا عن الأحكام ربي والذي أطمع أن يغفر أي على طول فتحة الهمزة وبس لا تقول آي يغفر آي هذه شوف الفتحة زادت ومطت وهذا عند القراء اسمه إدخال إدخال أو تمطيط وكم وكم نهى عنه الأئمة هذا لا ينقص أبدا من قدر تلاوتك الله يرضى عليك وأسأل الله لك مزيد التوفيق أنا سعيد جدا بسماع هذه التلاوة المتخرم بارك الله فيك